أوصت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة للحكومة برئاسة مصطفى مدوني كما أوصت اللجنة بإصدار تقريرها النهائي للعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب على أن يتم وضع أجندة تشريعية تتضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة وذلك بشكل يتفق مع برنامجها وكانت اللجنة البرلمانية قد انتهت من مناقشة برنامج الحكومة في اجتماعاتها ومناقشاتها بحضور الوزراء المعنيين في الحكومة الجديدة